السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفو تكفريو معاكم مروة سليمان فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا كلمت الفيديو السابق عن كلاد ومكتبة الأوامر داخل كلاد واللي ينفع تستخدمها مع شات جي بي تي لو انت حابب ولكن النهاردة احنا هنطبقها على كلاد ونشوف النتائج لو انت حاببت تطبقها على شات جي بي تي وتعمل مقارنة ممكن تعمل الموضوع ده هل احنا هنعملها مع الاتنين؟ تعالوا الأول نشوف كلاد هيكون عاملة إزاي والنتائج بتاعته هتكون عاملة إزاي وإزاي نطبق النهاردة أول أمر معنا في مكتبة الأوامر ولو روحنا لمكتبة الأوامر النهاردة هنتدي إن احنا نتعرف على corporate clairvoyant وهنا corporate clairvoyant يعني باللغة العربية مستبصر الشركات ايه هو مستبصر الشركات؟ يعني هو يعني ما لقيتنوش ترجمة بصراحة غير الكلاب المزيد معناها إنه هو من خلال الأمر اللي انت هتستخدمه ده هيقدر يعمل extract للإنسايدز الحاجات اللي هي اللي جوه من بيعرف بقى المخاطر بيبتدي إنه هو analyze information يحلل information من الريبورتات الطويلة يعني انت بتجيله ريبورت طويل وهو بيبتدي إنه هو يديك summary للموضوع ده وثمري دقيق مفصل يعني مش مجرد ملخص مثلاً في 3-4 سطور وخلاص تعالوا نخش على أول أمر النهاردة هنتكلم عليه وهو وهو ال-cropriet clairvoyant وهنا حنشوف الشكل بيكون عامل إزاي لما بتطلب من كلاد إنه هو يديك summarization أو يعمل لك analysis للريبورت بالشكل ده بيقول لي هنا ال-task بتاعي إننا analyze the following report وهو عاطيني report وريبورت ده طويل جداً جداً لنس بتاعه طويل إحنا هنستخدم طبعاً ال-cloud إحنا على الخطة المجانية ولينا خمس مرات سماحية في اليوم يا إما نعمل subscription فإحنا هنحاول نستفيد بهذه النقطة طب طب هنعمل إيه بقى؟ أنا هروح لي ال-report واخد منه جزء واطلب إنه هو يحلله هنا مثلاً لو رحت بالمنظر ده كده طبعاً زي ما أنتوا شايفين ال-report طويل جداً 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 حتى دي مثلاً اختار مثلاً جزء ده summary risk factors بس هاخده copy بالمنظر ده وأروح ل-cloud ممكن تاخده على word وتحفظه كملف وترفعه ما فيش أي مشكلة أو إن أنت تاخده copy و paste زي ما هعمل دلوقتي هتشوف مع بعض دلوقتي هنعمل إيه؟ هروح لي وحبتذي أقوله your task to analyze this report نقبتين فوق بعض control V بالمنظر ده عمل paste وحبتذي إنه أنا بعد كده أقوله أنا عايزة إيه؟ هنا بيقولي summarize ممكن تقوله summarize this annual report in concise and clear manner ممكن أنا أخد الجزء ده كده بالمنظر ده وحطه بما يتناسب مع الجزء اللي أنا شغاله عليه هنا مثلاً أنا حقوله summarize this annual report in concise and clear manner والout boot ده حيروح ليه التيم أو حارسله إلى التيم بتاعي وطبعاً إنت بتحط إنت عايز إيه؟ للريبورت بتاعك مش هتحط الكلام ده copy و paste على حسب إنت عايز إيه من الريبورت نفسه بعد كده حبتذي أقوله enter في maximum size خاص بالفايل بتاعي هنا زي ما إحنا شايفين هنا عطاني السامري كإني بعتالي التيم two team هنا بيقولك from your name بتحط ال name بتاعك بتحط ال data اللي أنت هتبعد فيه وده ال subject وهنا الريبورت بتاعك زي ما إنت شايف تعمله summary relevant طبعاً دي الحاجة اللي موجودة جوه أنا طلبت منه key takeaways حاطتها risks and challenges وأصلاً كان بيتكلم عن risk وكل ما هو موجود في الجزء اللي أنا عملتله paste داخل cloud فأنت تخيل إن أنت عندك report وعايز حاجة سريعة كده تقدر تعرف بيها report ده بيتكلم عن إيه هالريبورت بس أي حاجة I-BZF أنت عايز إنه هو إلخصولك بشكل معين ارفعوا وهنا دي الطريقة اللي أنت بتحصل بيها على النتائج الدقيقة من خلال cloud 3 تقدر تجرب الموضوع ده على شات جي بي تي تعالوا نجربوه على شات جي بي تي ونشوف هيكون عامل إزاي هقول له copy control V عشان تحصل على paste content بمجرد بتدوس عليها بالمنظر ده بتظهر عندك هنا فأنت بتروح واخده copy علشان أو لو أنت عايز تعمل في أي edit أنا هنا هاخده control C وهروح على شات جي بي تي وهنا حطي هتذي حطي control V ومنساش إن أنا أروح أخذ الحاجة اللي أنا عايزها دي control C وأرجع لشات جي بي تي هنا وأقول له كمان ممكن وقل له أنا عايزة إيه ونشوف حايد دي نشات جي بي تي أنا طلبت منه نفس الطلب هنا بس أنا عملت copy paste وهنا ظهر قدامي هناك ما بيظهرش قدامي paste content بتظهر في الجنب هنا لو أنا دوست عليها كده في cloud هتبتدي تظهر عندي بالشكل ده هتبتدي يقفل خلاص هي موجودة عندي هنا هنا to your team subject بتاعك date insert date وهنا summary والbusiness tasks وبدأ إنه يرتبهولي وينظمهولي أنا عجبني جدا جدا الشكل بتاع شات جي بي تي برضو لإنه هو كأنك بتبعته في إيميل يعني أنت هنا بتبتدي تقول لي مين والsubject والdate وكأنه إيميل أو بتكتبه على الورد وبتبعته برضو بالإيميل كورد دوكمنت زي ما إحنا شايفين كده برضو منظم ومرتب جدا 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 فتقدر تستخدم نفس الأمر ده على cloud وتقدر أنك إنت تستخدمه على شات جي بي تي وهنا بيوريك الأوتبوت إجزامبل شكله عامل إزاي طبعا زي ما قلت لك report له عدد محدد من lines فلازم تكون واخد بالك من النقطة دي لأن report ده كان كبير جدا كان عدد مهول من الصفحات الأوامر ده أول حاجة معنا في مكتبة الأوامر أتمنى تكونوا استفادتم من فيديو النهاردة على قناة InfoTech for You زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنت من متابعينا الأعزاء متنساش نلايك وشيروا الكومنت وتحاول تشير المحتوى بتاعنا على الناس المهتمية بنفس المحتوى اللي احنا بنقدمه ده بيساعدنا وبيحفزنا أن احنا نقدم كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته